كتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله متحدثاً عن أمه يقول إني أكتب اليوم عن أمي ولكن كل واحد منكم سيقرأ في الحديث حديثاً عن أمه مات أبي وتركني مع ثلاثة إخوتين ذكور وأختين كنت أكبرهم لم أكمل السابعة عشر حملت أمي العبء كله كانت أماً وكانت أباً لم تجد ما تدفئ به الدار فأدفأتها بعاطفتها وحنانها ألا يذكر كل واحد مننا دفء حنان الأم حين كانت تضمه إليها في الليالي الباردة ما كانت تملك إلا هذه العاطفة وهذا الحنان ما ترك أبي مالاً في صندوق ولا وديعة في مصرف فكانت أمي تدبر أمر البيت وتدبر نفقاته وتخيط هي الثياب عاشت بعده سبع سنوات ما استمتعت فيها يوماً بمتعة ولا وجدت تسلية ولا راحة كانت تعيش لأولادها هذه العبارة أن الأم كانت تعيش لأولادها يعني هذا عبارة معتادة عند نساء هذه البلاد بل عند نساء المسلمين كانت تعيش لأولادها تطعمهم من طعامها وتلبسهم مما صنعت يدها وتحثني على أن أدارسهم دروسهم وأراجع معهم كتبهم لأنها لم تكن متعلمة كانت إذا جاء العيد صنعت بيدها الحلوى التي لا تستطيع أن تشتريها بمالها وكانت تطبخ بدل الطبخة الواحدة طبخة لكل ولد تقدم لكل منهم الأكلة التي يحبها إدخالاً للسرور عليه ولو كان ذلك على حساب راحتها وصحتها وعدت في يوم أليم إلى الدار فوجدت أمي معصوبة القدم وإذا هي تسر في أذني أن في رجلها جرحاً صغيراً من مقص سقط عليها فهممت أن آتي بالطبيب فقالت لا لم ترد أن أتعب أنا بدعوة الطبيب ولم تحب أن تزعج إخوتي بمعرفة الخبر وهونت من أمره فرأيته هيناً ووضعت عليه قليلاً من صبغة اليود ورباطاً وأصبحت فأوهمتني أن الجرح قد برئ ولم أعلم إلا بعد حين أنها أمضت ليلها كله ساهرة لأن الألم لم يكن ليدعها تنم كانت تدور في الدار يمنعها حبها لأولادها من إيقاظهم فهي على ألمها تتعهدهم واحداً واحداً كأنها تودعهم ولم تخبرني وجلست مع إخواني في الصباح نتكلم في الأدب وفي العلم وأمي تعاني ما ليس لنا به علم ولا لها عليه صبر فلما امتد الوجع إلى اليوم الثالث واشتد ولم تعد تستطيع احتماله خبرتني به وحاولنا علاجها عند الطبيب ولكن الجرح الشديد تماد أذاه إلى ساقها كاملة فتوجهنا إلى المشفى ودخلت أمي غرفة العمليات وترقبنا خروج الطبيب يبشرنا بسلامة أمي ولكنه ظهر ينطق وجهه قبل أن ينطق لسانه يخبر أن أمي لن تخرج إلا محمولة على الأعناق لقد ماتت أمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر